النصائح نصائح منظر ثابت وثبيت انصيحة ليك هو انصيحة اليوم الحقيقة في سياق العطلة وفي سياق احتفالات آخر السنة الميلادية وبدايات السنة الجديدة شاء الله مبارك على الجميع برشة افراح ومسارات ونجاحات اكيد انو كل انسان كل عائلة كل شخص محتاج انو يفرح انو يفرح وانو ما نجمش يفرح وحده لازم مع عائلته مع اصدقائه مع معارفه اجواء تكون فرصة للتنفيس عن النفس شوية راحة شوية ملفات في الفرجة في الاكل في الطبيعي جدا هذا مسألة طبيعية انسان مش كان عمل مش آلة بتاع انتاج فقط انسان مش يعني اعادة انتاج للنماذج الاجتماعية ولازم الترويح على النفس نعرف انو فما اجواء خايبة فما ناس مهمتها التنغيس على امة محمد وعلى الانسانية لكن فما قوى الخير زادة لتدفعنا نحو التواصل والفرحة والرقص والموسيقى والمطالعة القصص الجميلة والروايات وهذه اجواء اخر العام ملاحظة حبيت انسوقها لكم في هذا السياق هو بسات الامكانات انو فما برشا نقاشات الحقيقة قدامي انو ناس يقولوا لا والله ريزارفاسيون وليزوتال وناس يقولوا لا انا با الموين وناس يقولوا لا هذا سيبور لغيش هذي الاغنياء اخر العام وليه مصحيح انا حبي نقولوا حاجة راهوا اذا كانت تحبوا تفرحوا تحبوا ترتاحوا مع ايلاتكم مع اصدقائكم مش صحيح محتاجين امكانات كبيرة كل انسان يتفاعل مع واقعوا المهم انو انتي في داخلك تحب تفرح تحب تبدل الجو وتتواصل مع مثيلك ومع صديقك واسرتك وتكون في حالة نفسية جيدة حالة ايجابية راهوا تنجم تكون في افضل النزول في العالم مش تونس في العالم وتسافر وعندك كل الامكانات في داخلك مكش مرتاح المسألة هي الراحة النفسية الداخلية اللي من خلالها ومن حولها ايضاك الحالة النفسية انو انسان يشاعره على محيطه كيف تبدأ انتي في حالة نفسية ايجابية تأثر ايجابيا على المحيط متاعك على صدقائك على عائلتك على بالطريقة هذه مهما كانت الامكانات المهم في الضحكة المهم انو نتقاسم شي نحبه وفق امكاناتنا وتعمل موسيقى في الدار وتنجم تتفرج على شريط سينيمائي وتعمل من غير امكانات كبيرة انو عليش نقول في الكلام هذا موضح لكم يعني كارت سور تابل انو عندي اصدقاء لي عندو صغار ولي حبو يشوفو يطالعو يشوفو الانترنت ويشوفو في الناس كيفاش تخرج وكيفاش قاعدين وبالطبيعة صغير ما يعرفش انو فهم امكانات محدودة تخلق الديناميكية داخل الاسرة وداخل المنزل وفي حالة من الانسجام اللي تخلي صغير يفهم انو راهو السعادة والفرحة مهيش مقصورة على فئة معينة وإلا على نمط مادي استهلاكي معين الكل نجمو نفرحو نعملو جو حتى وقت اللي تعملو جاتو في الدار فما شكون قال لي ما السياسة وريد تحكي في المواضيع هذي هذي السياسة السياسة متاع الشعارات والكلام الفارغ راهي ما هي السياسة إذا ما تعرفش المجتمع بتاعك ما تعرفش احتياجات المجتمع بتاعك فأنت غير جادير أصلا أنك تمارس السياسة هذا هو جوهر السياسة يا جماعة كل عام وانتم بخير شكرا كانت هذه نصيحة لك نصيحة لك نصيحة لك يقعد منظر الحقيقة وقت اللي يعني أنه ذروة الموسم السياحي يعني السياحة الداخلية الحقيقة يعني حتى نقرأ في أرقام أمامي مثلا جندوبة نسبة بنيمتير بالتحديد يعني نسبة الامتلاء مياه بالمياه حتى الطرقات والايد فيها زحمة يعني تقول حاتين نحب نمشي فكل واحد يقول حاتين نحب نمشي حاتين نحب نعرف بلادي حاتين البقعة دي نحب نبدل الجو فنس كل رايت حب تبدل الجو صحيح راو الفايدة في اللمة الباهية وفايدة في الضحكة ولكن زيدة اللي عنده إمكانيات ما يحبش يحرم روحه ويقول لك اللي عنده إمكانيات ما معروف أما مش نعطيكم حكاية جماعة مش يمكن تغيروا أراكم مش تغيروا أراكم يعني دونزان هوتيل هنحبوا الناس تمشي وتتفرهدوا صغيرات ويلعبوا كذا مي دونزان هوتيل تبو في صهرية راس العام تلقى إنسان ما تحبوش برشة ما تهضموش برشة تقهب جنبك في الطاولة اللي في جنبك لا مستثنيات مستثنيات والإنسان يعاية برشة وإلا مناكلة ما تعيش بكش لأنه فما برشة زادة لا أنا مش نحكي راو كل إنسان وذوقه أنا شخصيا عشت التجارب الكل عشت التجارب الكل ماي بالنسبة لأي أنا ما هيش حاجة فريمان يعني شنوه نقوله إنسان يخرج 700 دينار شهريته ما يهزش عائلته الغديكة يهزمو شنوه ما عندوش الحق بش يفرح لا أنا جسيبا برشة كذب والوجه يسبح فنتو الله كلي مارك عبوسا قنطارينا للصباح لأنه منعرف شنوه ليسار قبل نشوفنا المشاهد الكل راهو أي أنا فيكو راهو في المش الحالات العادية أنا شخصيا كما عاشت اللوكس كما عاشت الأمور الشعبية كما عدينا راس العام في الحكومة العربية متاعنا متشاركين في حاجات فنتو الله في صهرية أنا وأصحابي موش صحيحة متشاركين في قطو في ماكلة في مشروبات مضحكة في برشة حاجات وقت اللي نقض ونحنا معناش مشكل معناش يعني أشياء اللو الضحكة والنكتة والفرجة وتتفرج على نحكي لك مثل الأنفان سمتاعنا والأدوليسان سمتاعنا وتتفرج على عطف الطيب ونقاشات وأجواء راهو وو بوفي كري لابون بيانس مع عائلاتكم مش صحيح أنو يزم عندكم مكانات كبيرة بشوالي سعيد ولا يشوف منظر هيرا يا قراءات ونظريات فأنا شخصيا راس العام يعني بالنسبة لي حاجة عادة في الأخير ما هوش عيد أنا بالنسبة مثال الأعياد عندي مقدسة العيد الكبير والعيد الصغير كيف ما نقوله أحنا حاجة يلزمني نحت في البيع ما فيهش كلام راس السنة عاوكا كان ظهر سيلو بيلان أي هو شوى فمش إلزامية فما نستحس وكأنها ملزمة إنها يلزمها تحت في البيع حتى لو ما عندهش إمكانيات يعني فما مفعول للعادة وأنا قطلك يعني بالعكس نحب وتوانسة يخرج وتوانسة يتفرد وتوانسة والله البارح مشهد أنا علش نحكي في الموضوع هذا البارح هنا يتينو العائلة بنزرت والله مشهد دي يصر جميل وفاء صغيرات دي جن دي جن مش صغيرات منتا دي زادو يمكن حكيت دوز ترازان وشويوخ وكوهول يستادو فالحوت وعمني نجاو فمش كون حاطة منتا موسيقى شوفوا منظر هي راي بنزرت في المدينة الهيد تلقى فيها هذي العادي متاحة والنيس قاعدة هذيك العادي متاحة دي ما هيكا بنزرت شوفوا اللي يعجبني ناس هون واقانس والناس في حالة هدوء والناس مبتسمة والناس مطربية برشا في بنزرت متربية من ناس في بنزرت يعني ما اسمعناش كلمة في الشارع خرج الموضوع لاو ناس عامنين جاو وفاء يعني بامكانات بسيطة ويستادو فالحوت ويضحقوا دي ما صيادة غديكا وصغار يلعبوا بحذير ومزيل في الاجواء ذيكا وفاء يعني بحذير ومزيل في حاجة أخرى نخدموا بها الموضوع ذي بربي ردو بلكم ننتخذوا القاتو للناس اللي تحب تحتفل وتحب تخل القاتو كيفا كل عام لصغيراتهم ردو بلكم ننتخذوا القاتو فقط لأنه كل يوم نقرأ في أخبار متاح حاجز كميات من المترطبي من المرتبات مترطبات بالضب غير صالحة للاستهلاك فيز دا عندها قدش وهي مخبية كيتشوفها منظرها من بره تقول جديدة ما فيها حط شي ولبس عليها اما ردو بلكم نين تاخذوا القاتورة ومبعدت نين نجم واللي تنجم تعمل 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 بالضب منظر ما مفهمش سكر هش عملنا وجمليه هذا إشكال ها قوليت تحكي في السياسة طبق شفت تحكي ما فهمش سكر خلينا فيها جوية الأعيات وسايب علينا ما حكيت السكر يحب يعمل قاتور يزمو يمشي وقعد شاد الصف ووالله هو على موين ويستنو فما في بان لباتو جا في بان هنا في بان يخلق بار 23 طن فيها صل البنزارة البارح هذا كليش يحكو في منزارة البارح أنا فهمت تفصيل مدامو الصل البنزارة على كل نسيتني شنو كنت بش نقول آه ولا كنت بش نقول على حكية على حكية الزيت مدامنا جبدنا على سكر منظر الزيت راو فمانيز كل يوم تمشي الصباح تقول لك نحب ناخو منه الزيت هذية يعطيهم الصحة عملونا الزيت ب 15 دينار هذية يمشيوا الصباح يمشيوا للمساحات تجارية الكبرى من غير ذكر أثناء تلك أو تلك يسألوهم جاي الزيت لا ما فهماش زيت وقتاش نرجع ما نعرفش عاود يرجع راو نحكي على نسي كبار ورجال كبار يقضوا ماشين جايين ماشين جايين في تونسا لأنه راو تعرف منظروا نسي الكبار ورجال كبار مزيلت عندهم العادات انت على الصباح يفطروا خبز وزيت أي أي معناتها مزيلت عباد راية تاكل في الزيت تاكلوا كارما مش نحكيوا على الطيب بيه ولا حكاية معتها ذاكا بالنسبة ليه مفطور فيمشيوا يلاوج وعزيت ما عادش فمسحيح النهاري اللو لنين كان موجود كان يتوزع بمعدل دبوزة لكل حريف فما نعرفش هلو فات الكميات هذية اللي قالوا عليها ولا شنو هصار بالضبط عليك وإن شاء الله يوضحونا الومورة هذية لأنو الناس عادت لوج عزيت إي بويه ما يحلش المشكل يعني انتي دبوزة متى إيترة يعني بارابورة يونفاميه فهنا الحقيقة منرشنا في بالي التسعيري والي في المعصر أخير اللي بيش ياخذ عشرة إيترات اللي بيش ياخذ هذا الأفضل يلا نمشيوا الموزيكا راجعين معاكم بعد شوية بش نحكيوا على اشتركوا في القناة